إذن أمطار غزيرة تصل إلى 60 مم محليا إن شاء الله مع تسجيل درجات حرارة جد منخفضة تقارب 6 درجات تحت الصفر على أغلب المناطق الداخلية وكذلك استمرت تساقط الثلوج إن شاء الله على أغلب المرتفعات الداخلية للوطن وكان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة تفيد بتساقط أمطار بكميات معتبرة مرفوقة ببرد بكميات تتراوح إن شاء الله بين 30 إلى 50 وقد تصل إلى 60 مم محليا وهذا إلى غاية السادسة من مساء يوم الجمعة إن شاء الله على كل من ولاية بيجايا جي جي سكيك داعا نابا طارف شمال ولاية سطيف ميلا قسنطينا جالمة وبالإضافة إلى ولاية سقهراس وحسب النشرية خاصة ثانية أصدرتها ذات المصلحة تفيد دائما باستماع تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة تقارب كمياتها بين 20 إلى 40 مم محليا وهذا إلى غاية منتصف نهار يوم الغد الجمعة على كل من ولاية لمسان عن تيموشان توهران مست غانم شلفتي بازا ولاية بومردأس الجزائر العاصمة البوليدة غليزان مع سكر سيدي بالعباس عند الدفلة والبويرة كذلك أكدت مصالح الأرصاد الجوية في نشريات خاصة من استمار التساقط الثلوج على أغلب المرتفعات التي يتراوح لها بين 800 إلى 900 متر سمك الثلوج يتراوح بين 10 إلى 20 سنتيمتر إلى غاية الثالثة بعد زوال نهار اليوم إن شاء الله الخميس وهذا على كل من ولاية عين الدفلة البوليدة المدية بومردأس تيزي وزو بيجاية جيجل ميلة سطيف برج بوعري ريج والبويرة وكذلك يرتقب إن شاء الله نسجل دائما استمار تساقط الثلوج الكتيفة سمك الثلوج يتراوح بين 10 إلى 15 سنتيمتر على كل من ولاية تلمسان سيدي بالعباس عيدة ولاية النعامة البيض تيارة قاسانطينة تيسم سيط الأغواط الجلفة بالإضافة إلى لمسيلة باتنة خنشلة بسة أم البواقي سوق هراس قلمة واسكيكدا وهذا لغاية الثالثة بعد زوال نهار اليوم الخميس ويرتقب إن شاء الله نسجل موجة برد تخص أغلب المناطق الداخلية للوطن تحديدا كل من جنوب تلمسان النعامة البيض سيدي بالعباس عيدة ولاية تيارة كذلك تيسم سيلة الأغواط الجلفة لمسيلة لمدية لبويرة بورد بوري ريجس طيف ميلا قاسانطينة خنشلة باتنة أم البواقي وولاية تبسة إذن ستقارب إن شاء الله حسب النشرية الخاصة بين تل درجات تحت السفر إلى ست درجات تحت السفر كدرجات حرارة دنيا مسجلة خلال الفترة المسائية والصباحية والقصوى ستتراوح إن شاء الله بين أربع إلى ست درجات فقط إن شاء الله إذن موجة برد تبقى تعيش أغلب المناطق الداخلية للوطن خلال الأيام القليلة المقبلة وتشير النماذج الرقمية للرصد الجوي أنه المنخفض للضغط الجوي سيستمر خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله والحمد لله بتسجيل أمطار عدية معتبرة واستمرت تساقط الثلوج على أغلب المرتفعات الداخلية للوطن إذن مشاهدين الكرام أجواء ممطرة ومثلجة تبقى تعيش أغلب المناطق الشمالية للوطن مع موجة برد ستقارب إن شاء الله ست درجات تحت السفر تقريبا على أغلب المناطق الداخلية أشكركم على كرم الإصائي والمتابعة والعودة إليك إحلام شكرا لك هنا أخوات ريا على